موسيقى موسيقى عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة ها نحن نلتقي مرة أخرى في نص جديد وفي مجال جديد لننطلق من نص الانطلاق الذي يقول يا صغيري أدعوك صغيرا لأنك لم تكمل بعد عامك الأول في حين أني طويت عامي الثامن والسبعين يا بني أدعو الله أن يحفظك من بعض الناس حتى الذين يبدون لك وكأن وجودهم شر في شر فمجرد وجودهم يعني أن للكون غاية من وجودهم ومن تم فالبغض سم قاتل المبغت وأدعو أن يحفظك من أن تحسد إنسانا أو تدمر الشر لإنسان فالحسد سل ينفت سمه في الحاسد والشر تضمره لجارك عفن يبسد ضميرك وشر يرتد إليك فإذا أسأت إلى أحد فكن إلى استغفاره أسره فإن في الاستغفار انتصارا لنكصارا وتجلة لا مذلة وإياك والجدل العقيم وكل جدل هو جدل عقيم ما دام يرمي إلى تسفيه رأي مجادلك وتتبيت رأيك في أمور ليست بالنسبة إلى الحقيقة إلا كنسبة الزبد إلى البحر فما أسخف الذين يصرفهم زبد البحر عن البحر وما أسخف الذين أنفهم أبدا في المزابل والمقابر وقد بسطت السماء والأرض فتنة تلو فتنة من رياحين وجواهر وأخيرا فالعمر يا بني أقصر من أن تلفه بالترهات والمشاحنات فهو الفرصة الغالية المهيئة لنا لتحقيق ما في نفوسنا من الشوق إلى معرفة الحياة العاملة فينا وفي سائر الأكوان من حولنا وكل ما لا يخدم هذه الغاية فهو أتفه من التفاهة وكل ما يحجبها فهو شر ومصدر الشر أطوي رسالتي هذه وأطوي ضلوعي عليك جدك مخائل هذا النص مقتبس من كتاب أو من المجموعة الكاملة لمخائل نعيمة وهو كما تعلمون كاتب لبناني كان مقيما بديار المهجر الأمريكي في إطار ما يسمى بمجموعة الرابطة القلمية وهو مقتبس من الجزء الثامن صفحة 515 وبالتصرف ننتقل الآن مباشرة إلى الأسئلة كما سبق أن تعودنا على ذلك فالأسئلة دائما تنحو نفس المنحة بمعنى أننا سنشتغل على أسئلة الملاحظة ثم أسئلة الفهم ثم أسئلة التحليل ثم أسئلة التركيب بالنسبة للسؤال الأول المرتبط بالملاحظة وفيه نحاول أن نقيس درجة تعرف أو درجة المعرفة أي معرفة المجال الذي ينتمي إليه النص والسؤال الضابط لهذا المستوى المهاري هو ما المجال المناسب فيما يليه نلاحظ بأن الأسئلة الآن أخذت منحا موضوعيا هناك اختيارات متعددة هل المجال هو المجال الوطني أم المجال الإنساني أم المجال الاجتماعي أم المجال التقافي إذن لكي أعرف المجال لا بد أن أعود مرة أخرى وأقرأ النص أكثر من مرة واحدة فالنص كما هو ملعوض هو عبارة عن رسالة موجهة من مخائل نعيمة إلى ابنه يوجه له مجموعة من النصائح أساسها وهو السمو بالعاطفة الإنسانية وإبعاد البغض والحسد إذن في هذا الصياق نلاحظ بأن الجواب هو البعد الإنساني وبين المجال الذي ينتمي إليه النص وهو المجال الإنساني لماذا المجال الإنساني؟ لأن من البداية إلى النهاية نلاحظ بأن الكاتب يحط على الإيخاء يحط على المحبة يحط على نبض العنف والكره ومعادات الآخر ننتقل الآن إلى السؤال الثاني ويتعلق الأمر بمجال المعرفة أيضا إذن نريد أن نقيص مجال المعرفة فالسؤال الذي طرع حدد نوعية النص مما يلي دائما في إطار الأسئلة الموضوعية وأسئلة الاختيار من المتعدد بمعنى أنني أضع الشخص الذي سيجيب عن هذا السؤال أمام خيارات متعددة ويختار الجواب المناسب الاختيار لا يكون عبتيا وعشوائيا بقدر ما ينبغي أن يعود مرة أخرى إلى قراءة النص وتمعني فيما جاء فيه الاختيار الأول هل النص سردي بمعنى هل يتضمن هذا النص شخصا أو شخصيات بين قوسين هل يتضمن أحداثا متطورة ثم تتعقد لتصل درجة العقدة أو الحبكة ثم تتدرجون حل أو يبقى الحل مطروكا لتأويلات القراء هل هناك أحداث تتم في زمان ومكان محددين وداخل فضاء يؤثر حركية الأحداث إذا كانت هذه العناصر متوفرة فإن النص ينتمي إلى مجال الصرد أو الحكة إذا كان النص يتضمن إخبارا ينقل حدثا وكما يقول البلاغيون يمكن تصديقه أو تكديبه في إطار تعريفهم لما يسمى بالخبر وتمييزه عن الإنشاء إذا كان هذا الخبر قابل للتصديق أو التكديب وكان يتضمن حدثا معينا وقع في زمان ومكان محددين فنقول بأن هذا النص ونص إخباري إذا كان هذا النص دو طبيعة حجاجية برهانية جدالية بمعنى أنه يحاول أن يقنع المتلقي بوجهة نظر معينة ويقدم من الأدلة والبراهين والحجج والشواهد على صلاحية هذا الرأي ونبثه ونبدي الرأي الآخر إذا نقول إن هذا النص نص حجاجي أما إذا تركز محور النص حول الوصف للأحداث للشخص أو الشخصيات يصفها فيزيولوجيا يصف حالتان نفسية يصف توقعها في مكان مؤين أو وصف مكان محدد إما عن قرب عن بعد من فوق إلى غير ذلك أو يصف حركة معينة إذا نقول إن هذا النص ونص وصفي في هذا الإطار كما تلاحظون إننا نحاول أن نرصد ماذا قدرتك أيها المشاهد أيها المشاهدة الكريمة على توظيف المجالات التي تعرفها وهي مجالات محددة سبقت الإشارة إليها مجال القيم الإسلامية الوطنية القيم الحضارية القيم التقافية المجال السكاني المجال الحضاري إلى غير ذلك من المجالات المدروسة ثم إلى أي حدين أنت تستطيع أن تميز بين هذا النص الصردي وهذا النص الوصفي وهذا النص الحجاجي وهذا النص الإخباري بمعنى أنني أريد أن أقيص درجة معرفتك وتمكنك من هذا المجال ومما لا شك فيه أن هذا النص يحاول أن يقنعنا بالانتصار لقيم إنسانية أساسها المحبة وكما هو معروف أن الرابط القلمية قد رفعت هذا الشعار وهي في ذلك تدخل في إطار ما كان يسمى في تلك الفترة بالمذهب الرومانسي أو الاتجار الرومانسي الذي عم العالم في فترة تاريخية معينة من العصر الحديث إذن نص كما هو ملحوظ فهو نص حجاجي نص مجاله مجال القيم الإنسانية وجنسه هو حجاجي السؤال الموالي ينتقل مباشرة إلى مستوى آخر وهو مستوى الفهم انتقلنا من المعرفة إلى مستوى الفهم فالمطلوب منا هو شرح عبارة جاءت في السياق التالي وأدعوه أن يحفظك من أن تحسد إنسانا أو تضمر الشر لإنسان المطلوب شرح كلمة تضمر الشر لإنسان وكل جدل هو جدل عقيم ما دام يرمي إلى تسفيه رأي مجادلك إلى آخر القول إذن تضمر الشر لشخص تخفي لا تعلن تتركه في مستوى الخفاء ولا تعلنه ولا تصرح به علما بأن هذه المفردة في سياقات أخرى قد تأخذ معنى آخر المفردة الثانية تسفيه 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 أي محاولة نقد نقد لا دع إبراز السلبيات في قول أو رأي معين بعد ذلك ننتقل إلى القضية التي يحددها النص وهي القضية كما تلاحظون هي قضية إنسانية صرفة الكاتب يدعو ابنه في الرسالة التي وجهها إليه يدعو إلى الابتعاد عن الحسد والبغض ويدعو إلى رفع شعار المحبة وممارستها في الحياة اليومية والابتعاد عن الحاقدين والباغدين لأن هذه الطريق هي طريق الفاشلين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أعلى المراتب إذن في هذا السياق الكاتب يطرح قضية إنسانية كانت ولا تزال أساسية لتحقيق التواصل بين بني البشر دليل قوله تعالى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلوم حيا على الصلوم حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بعد تجاوز مرحلة الملاحظة والفهم ننتقل إلى النشاط الموالي وهو يتعلق بمرحلة التحليل فنقول في هذا النشاط استخرج من النص العبارات دال على المجال الذي ينتمي إليه إذا استرجعنا وعودنا إلى النص ولو بذاكرتنا سنجد بأن هناك بعض المفردات التي بقيت عالقة بذاكرتنا وهي كلمة الابتعاد عن الحسد الابتعاد عن البغض الحسد سم قاتل إلى غير ذلك من المفردات وهي كلها تعبر عن المجال الإنساني الذي ينتمي إليه النص إذن كل العبارات والمفردات وهنا نحقق كما تلاحظون بطريقة اللولبية العلاقة بين السؤال الأول المجال والسؤال الثاني الذي يحدد النوعية وهو محاولة الإقناع بأهمية المجال أو مجال القيم الإنسانية فجاءت مفردات وعبارات التي تكررت في النص وتغط على فضاء النص كلها تمتح من حقل القيم الإنسانية وهي كثيرة إذا ما قرنت بحقول معرفية أخرى إذن نلاحظ بأن القيمة الإنسانية المهيمة في هذا النص هي قيمة الإخاء قيمة المحبة الابتعاد عن البغض قيمة قبول الآخر قبول الاختلاف وهي كما نلاحظون إذا عدنا لمتاق العالمي لحقوق الإنسان نجد بأن هذه القيم هي من القيم الأساسية التي رفعها الاتجاه الرومانسي سواء في الغرب أو في المشرق العربي أو في بلاد المهجر في الولايات المتحدة الأمريكية أو في المهجر الجنوبي في منطقة برازيل مع العصبة الأندلسية إذن نحن هنا أمام مهارة التحليل هناك سؤال آخر هو سؤال يكاد ينصب حول التركيب يقول هذا السؤال وهو ينطلق من قول الكاتب قال الكاتب فالعمر يا بني أقصر من أن تلفه بالترهات والمشحنات العمر قصير فلا دائي لكي نضيع وقتنا في صراعات هامشية فهو الفرصة الغالية المهيئة لنا لتحقيق ما في أنفسنا من الشوق إلى معرفة الحياة العاملة فينا وفي سائر الأكوان من حولنا وكل ما لا يخدم هذه الغاية فهو أتفه من التفاهة وكل ما يحجبها فهو شر ومصدر الشر إذن الكاتب يريد أن يؤكد لنا على حقيقة سبقت إشارة إليها وهذه الحقيقة تؤكد على أن العمر قصير إذا لا ينبغي أن نضيعه في أمور هامشية ونريد أن نكتشف حقيقة هذا الكون وما يقوم عليه هذا الكون أساساً وهو ما يخدم غايتنا وغايتنا في وجود هذا الكون وهو إعمار الأرض وتحقيق التعايش والسلم لهذا يطلب منك في نهاية هذا النص أن تعبر عن رأيك الشخصي في هذه القولة مع مراعاة ثلاثة عناصر أساسية الأول الارتباط بالمؤطى والمطلوب هنا لا بد من توضيح هذين المصطلحين المؤطى ما قدم لك أي ما جاء بين قوسين وهو قول الكاتب والعمر يا بني إلى نهاية القول هذا معطى قدم لنا ماذا يطلب منا أن نعبر عن رأينا في هذه القولة وهذا هو المطلوب منا إنجازه إذن هناك معطى قول الكاتب وهناك مطلوب وهو التعبير عن الرأي الشخصي في المعطى في القولة إذن ينبغي الارتباط بهذا الأمر الثاني ليس التعبير هكذا أنا موافق غير موافق وإنما تفسير وتعليل الرأي الشخصي أنا موافق لماذا غير موافق لماذا أن ينبغي أن أجيب وأن أبرر وأن أقنع المتلقي بوجهة نظري الشخصي إذن الرأي الشخصي مشروط بإيراد أدلة وبراهين وحجج دل على هذا الأمر ثم أن التعبير مقيد بحدود ثلاثة أسطر إذن أنا مقيد كميا وكيفيا كميا ومنهجيا ومهاريا بالدمج بين المعطى والمطلوب لأن جميع الكتابات الإنشائية تتكون من معطى ومطلوب ولكن مع كامل الأسف هناك من يركز على المعطى ويهمل المطلوب وهناك من يهتم بالمطلوب ويهمل المعطى إذن أنا أناقش رأي الكاتب يجب أن أذهب وأعود بين المعطى والمطلوب مع تفسير وتعليل رأيي الشخصي بكل الأدلة والبراهين الممكنة ولما أقول أدلة والبراهين تتنوى بين أدلة عقلية وأدلة نقلية الأدلة العقلية التي تقنع المتلقي بوجهة نظري وتخاطب عقله ووجدانه أساسها ما قرأته ما تعرفت عليه وما عايشته الأدلة النقلية أي أخذها من الواقع المعيش وكلما كانت الكتابة تشمل وتجمع بين المنقول والمعقول كلما تحقق الإقناء شرط أن يكون هذا الموضوع متسلسل منهجيا بين مقدمة وعرض وخاتمة في عجالة أقول إن هذا النص الذي وجه مخائي النعيمة لابنه اتخذناه منطلقا لتقويم مهارات أساسية في الدرس القراءة وهي مهارة الملاحظة من خلال تقويم المجال وحصر نوعية المستوى الثاني مستوى الفهم في مستوى الفهم نحاول أن نتعرف على القضية الأساس ثم نربط هذه القضية الأساس بالقيمة الواردة في النص بعد أن نكون قد استخلصنا واستخرجنا الألفاظ والعبارات الدالة على هذا المجال وهو مجال القيم الإنسانية وفي آخر نشاط وهو نشاط التركيب والتقويم نقوم بتجميع النتائج ونبدي رأينا الشخصي المبرر فيما يطرحه النص من قضايا إلى هنا أستودعكم الله وأضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمته وبركاته وبركاته